الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والعشرة في الأنبياء وسيد المرسلين بين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الخامسة من الوحدة السابعة هذه الوحدة التي تكلمنا فيها عن الحديث أو الخبر المردود وكنا تكلمنا عن الضعيف بأقسامه ونحن الآن في الكلام على المردود بسبب سقط في السند تكلمنا في هذا الموضوع أيضا عن حديث المرسل وسنتكلم عن الحديث المدلس وسيأت الكلام إن شاء الله فيما يتي عن المردود بسبب الطعن فرغاوي إذن كلامنا اليوم سيكون عن الحديث المدلس فنبدأ بمسائله المسألة الأولى تعريف التدليس لغة المدلس اسم مفعول من التدليس والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري وأصل التدليس مشتق من الدلس أو الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلسا أما في الاصطلاح فربما كان التعريف الجامع له ولأنواعه هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره إذن فالتدليس إخفاء عيب في السند وتحسينه أمام من يراه في الظاهر بممارسات وأساليب معينة هي التي تسمى بعد ذلك أنواع التدليس المسألة الثانية وهي أقسام التدليس للتدليس قسماني رئيسان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وهناك أقسام أخرى يمكن أن تلحق ببعضها كتدليس البلدان أو تدليس الصيغ أو ما إشبه ذلك لكن القسمان الأساسيان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ بالنسبة لتدليس الإسناد وهي المسألة الثالثة عندنا سوف نعرفه أولا فنقول لقد أرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة يقول المصنف صاحب الكتاب سأختار أصحها وأدقها في نظري وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمر البزار وأبي الحسن بن قطار هذا التعريف هو أي تعريف تدليس الإسناد أن يقال أن يروي الراوي عن من قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه هذا هو تعريف التدليس أن يروي الراوي أحاديث عن شخص قد سمع منه ولكنه عندنا في التدليس يروي حديثا لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه يعني بصيغة موهمة ولو افترض على سبيل المثال أن راويا لقي راويا آخر فروى عنه عشرة أحاديث ثم فوجئنا به يروي عنه أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث العشرة لأنه لم يسمع منها غيرها فحينئذ يرويها ويرويها بصيغة موهمة فهذا هو تدليس الإسناد إذن معنى هذا التعريف هو أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه وربما عن غيره فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل السماء وغيره كقال أو عن ليوهم غيره أنه سمعه منه لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث يعني غير الصيغة فلا يقول سمعت أو حدثني لأنه لو قالها لصار كذابا فيغيرها بلفظ محتمل للسماء ولغيره كلفظ قال أو عين حتى لا يصير كذابا بذلك ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر هذا تعريف تدليس الإسناد طيب ما الفرق بينه و بين الرسال الخفي قال أبو الحسن بن القطان بعد ذكره للتعريف السابق الذي هو تعريف تدليس الإسناد قال والفرق بينه يعني بين التدليس و بين الإرسال أي الإرسال الخفي هو أن الإرسال روايته عن من لم يسمع منه عن من لم يسمع منه يعني مطلقا وإنما عاصر بينما التدليس روايته عن من سمع منه شيئا لم يسمعه منه يقول بعد ذلك وإضاح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يلوي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماعة وغيره لكن المدلس المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير لا تدلسها على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا لا الأحاديث التي أرسلوها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه هذا هو الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس مثال التدليس ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري هكذا قال ابن عيينة جالس بين طلابه فقال عن الزهري فقيل له يعني سفيا ابن عيينة سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري ثم بيّن إسناده فقال حدثني عبد الرزاق عم معمر عن الزهري ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري وهما عبد الرزاق ومعمر هذا هو مثاله عندنا نوع آخر من التدليس وبعض من الحقوب تدليس الإسناد واسمه تدليس التسوية وهذا النوع كما ذكرت في الحقيقة هو نوع من أنواع تدليس الإسناد ما تعرفه قالوا هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وصورة ذلك أن يلوي الراوي حديثا عن شيخ ثقة يعني من شيخه وذلك الثقة الذي هو شيخه يلويه عن ضعيف عن ثقة ويكون الثقتان من بعد شيخه قد لقي أحدهما الآخر فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل يعني ليس في تصريح بالتحديث بلفظ محتمل يعني عنه ما شبهها فيسوي الإسناد كله ويصير كله ثقات فلأجل أنه سوى الإسناد وأسقط الضعيف بين الثقتين فسمي تدليس التسوية وبعضهم يسميه تدليس التجويد لأنه زود السند كاملا هذا النوع من التدليس هو شر أنواع التدليس والسبب في ذلك لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وهو ليس كذلك وفيه غرور شديد أشهر من كان يفعل تدليس التسوية ذكروا ثلاثة منهم بقي بن الوليد وقد حذر من أحاديث أبو مسه الفقال أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية وأيضا ممن كان يفعله الوليد ابن مسلم وغيره عندنا نوع من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ وهو النوع الثاني وتعريفه أن يلوي الراوي عن شيخ حديث سمعه منه فيسميه يعني يسمي ذلك الراوي أو يكنيه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف إذن تدليس الشيوخ فيه نوع من الإهام يأتي الراوي فيلوي عن شيخ هو معروف عند الناس باسم مشهور أو بيكونها مشهورة أو بيوصف معين فيلوي عنه حديثا ثم يصفه بغير ما هو معروف به لإهام كثرة الشيوخ أو لأي دافع آخر من الدوافع هذا هو تعريف تدليس الشيوخ مثاله قول أبي بكر بن مجاهد أحد أمة القراءة القراءة قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به أبا بكر بن أبي داود السيجستاني يريد به يعني عبد الله ولد أبو داود السيجستاني صاحب السنن فجاء فعني نسبه بما لا يشتهر به قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله فصار يعني فيه نوع من الإهام هذا هو تدليس الشيوخ وهذا ما نقف عليه في هذه المحاضرة والله أعلى وصلى الله عليه بنا محمد ترجمة نانسي قنقر